ولكن ظهرت الفرق الضالة في أواخر عهد الصحابة كفرقة الخوارج وفرقة الشيعة فرقة المرجئة وفرقة القدرية ظهرت هذه الفرق ولكن كان أصحابها يتكتمون في القرون المحضلة كانوا يتكتمون من إظهار هذه المخالفات وكان من ظهر منه شيء فإنه يؤخذ على يده ويمنع من ذلك وإن وصل به الأمر إلى الردة فإنه يقتل حماية لهذا الدين من أن يعبث به هؤلاء العابثون فلما انقضت القرون المفضلة ودخلت الثقافات الأجنبية في بلاد المسلمين كثقافة الروم وثقافة الهرص حصل شيء من الخلل ونشط دعاة الضلال في ترويج هذه الأفكار المنحرفة فعند ذلك نشط أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها التابعون وأتباع التابعين فحرروها ودونوها في كتب سمّوها الإيمان أو الشريعة أو السنة كل هذه الأسمة موجودة السنة، الإيمان، الشريعة فدوّنوها وردوا على المخالفين فصار هذا من لطف الله بهذه الأمة ليبقى دينها فإن الله يقيض له حماةً في كل زمان احفظونه ترجمة نانسي قنقر